عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن تطور هذا الموضوع بينضم إلينا عبر زوم الآن ضيفينا الكريمين الأستاذ عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أهلا بك أستاذ عدنان لا نستخدم أيضا عبر زوم من القاهرة بينضم إلينا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك دكتور حامد أهلا بحضرتك يا دكتور منا وأستاذ مشاهدينك الكرام يعني لو تسمح لي أن البداية تكون مع أستاذ عدنان يعني اليوم المئة خمسة وأربعين من هذه الحرب الدروس الشرسة من الاحتلال على أبناء فلسطين وغزة لو تصف لنا بداية ما لديك من معلومات عن الوضع الميداني تحديدا في شمال غزة وعن الأهالي هناك سيد عدنان الحديث يدور عن مئات الفلسطينيين مئات ألاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة فعلا يتطورون جوعا المجاعة وقعت في شمال قطاع غزة كان الناس قبل عشرة أيام أو اسبوعين حتى بدأوا باستخدام أعلاف الحيوانات ولكن لأسف حتى هذه نفذة تماما لا مياه صالحة للشرب معظم المياه ملوثة لا طعام على الإطلاق لا بدائل لدى الناس هذه المنطقة مقاصرة تماما حاولنا منذ بداية يناير حتى الخامس من فبراير إدخال خمسة وثلاثين قافلة لأسف الشديد إسرائيل وافقت على عشر قوافل فقط في يوم الخامس من فبراير أطلقت النار على قافلة لنا كانت تتوجه إلى شمال قطاع غزة ولم يتم السماح لنا حتى بإكمال الطريق بعد إطلاق النار على عربتين من العربات التابعة للأنور الوضع مأساوي للغاية لم يسبق له مثيل حتى منذ النكبة الفلسطينية الأولى في عام 1948 لم يشهد قطاع غزة أن مئات الألاب من سكان ينهارون إما جوعا وإما بسبب الأمراض الخطيرة التي بدأت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة لم يعد للفلسطينيين في غزة المناعة الذاتية المقاومة للأمراض بسبب المياه الملوثة بسبب انعدام الغذاء التغذية الضغوط النفسية الدمار الهائل نتحدث الآن عن أوبئة نتحدث الآن عن انتشار كبير للأمراض المعاوية الأمراض الجلدية حتى الجرب أيضا التهاب السحاية انتشار الكبد الوبائي غزة لا تعرف الكبد الوبائي الآن نتحدث عن انتشار كبير للكبد الوبائي نحن نتجه تماما نحو انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة يضاف إليه كما تفضلت الحملة الشرسة ضد الأنروة مطالبة إسرائيل بتصفية الأنروة لإعتقادها بأن تصفية الأنروة يعني تصفية قضية اللاجئين فلسطينيين تصفية حق العودة تصفية حتى إمكانية إيجاد حلول مستقبلية لهذه القضية القضية الآن تجاوزت موضوع مشاركة 12 موظفا وهي إدعاءات حتى الآن في أحداث السابع من أكتوبر لم تقدم إسرائيل لنا حتى الآن سوى معلومات أولية حتى اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة سيد كوتيريس وهي لجنة مستقلة من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وهي لجنة الرقابة الداخلية لم يقدموا لها معلومات كافية رغم أن اللجنة بدأت من أسبوعين العام تقصد سيد عدنان أنه لم يقدم الاحتلال أي أدلة مثبتة عن تورط الأنرواء أو بعض أعضائها مع المقاومة هذا ما تقصده نعم هم قدموا لنا فقط في لقاء بين مفوض الأنرواء ومسؤولة الكارجية الإسرائيلية معلومات شفاهية حول أسماء وبعد ذلك بدأنا نعرف كل المعلومات من وسائل الإعلام نعم دعني أتأكد من معلومة دعني أتأكد من معلومة سيد عدنان حضرتك بكرتها منذ قليل إذن ما تقولوا أن الشاحنات والمساعدات تدخل من بعبر رفح طبعا من الجانب المصري وتمر من الجانب الآخر ولكن في طريقها إلى شمال القطاع أو حتى لمناطق متفرقة من القطاع إما أن الاحتلال يقوم بمنع جزء كبير من هذه الشاحنات للوصول إلى الأهالي أو أنه يقوم بقصفها يعني المساعدات تدخل عبر معبر رفح وعبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة جزء من هذه المساعدات أو معظمه يذهب إلى منطقة جنوب قطاع غزة لأن مدينة رفح بها الآن مليون ونصف المليون فلسطيني 70% من سكان قطاع غزة متواجدون في مدينة رفح الفلسطينية كل المحاولات يعني جزء من هذه الشاحنات يجب أن تذهب إلى شمال قطاع غزة للأسف الشديد لا نستطيع حاولنا أكثر من 35 قافلة وافقوا فقط على 10 قوافل الأوضاع سيئة للغاية وتدهور يعني نحن لا نفهم على الإطلاق إلى متى سيستمر هذه الأوضاع في شمال قطاع غزة هل سيساهم تجويع الناس في شمال قطاع غزة في لحلحة الأمور السياسية على السبيل المثال أو حل الموضوع للأسرة لا نفهم على الإطلاق هؤلاء أناس أبرياء معظموا كلهم أبرياء وإلا ما جلسوا وما بقوا يعني ليس لديهم شيء يخافون عليه مئات الألاف بقوا في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة هم أناس عاديون يطلبون فقط طعام ومياه يعني ما علاقة ذلك في هذا الصراع المستمر الآن نعم يعني اسمح لي أتوجه بسؤالي إلى الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية بجدة الترحيب بحضرتك دكتور حامد وأثق أن حضرتك كنت تسمع كلام الأستاذ عدنان ووصفه للحالة اليوم وما قالت لي الأمور وأضيف إلى ما ذكر أستاذ عدنان أنه منذ ساعات قليلة السلطات الصحية الفلسطينية أعلنت عن استشهاد أربع أطفال بسبب الجوع وأن هناك سبع أو ثمان حالات لأطفال هم في مرحلة خطرة جدا أيضا بسبب الجفاف والجوع وطبعا هذه ليست أول الحالات هناك حالات أخرى كثيرة ولكن يعني أذكر لحضرتك أحدث ربما الأرقام وجود الأونرواو وفكرة تنسيقها للمساعدات وتقديم المساعدات كان إلى حد كبير مطمئن لنا أنه على الأقل هناك بعض المساعدات تصل إلى الأهالي ولكن الآن الوضع أصبح فيه منتهى التعقيد كيف ترى الوضع وكيف ترى تصرف المجتمع الدولي وما يمكن أن يفعله إذا ما يحدث دكتور حامد طبعا فيه استهداف واضحة دكتور أمينينا لأونرواو باعتبار أن استهداف الأونرواو تسعى من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويد عملها داخل قطاع غزة واستغلال سياسة الأرض المحروقة وتحويل قطاع غزة بالكامل إلى مكان غير مأهول للعيش وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية وبالتالي يلجأ إلى الضغط في طريقين متوازين الطريق الأول هو الضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية فيما يخص ملف الأسرة هذا من ناحية والملف الآخر هو السعي وبكل قوة من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الفلسطينيين سواء من شمال القطاع إلى جنوبه أو حتى تهجيرهم بشكل عام إلى سيناء المصرية وهو المخطة الذي كانت الدولة المصرية دائما وأبدا يحاقت الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية لو رجعنا لمنظمة الأونروا ناجد أن منظمة الأونروا يوجد بها دائقة القطاع غزة أكثر من 3-3 موظف الحجج والزرائع والأكاذيب الإسرائيلية تقول أن هناك 12 موظف فقط من أصل 3000 موظف يقاموا بالمشارقة في أحداث 7 أكبر وهو زعم على غير الحقيقة وليس هناك أي أدلة كافية على ذلك ولكن بعد هذه المزعم الإسرائيلية الكاذبة المشكلة القبرى أن هناك دول قبرى أكثر من 16 دولة اتخذت قرار بمنع المساعدات عن الأونروا أو عن الشعب الفلسطيني الذي يقدم له المساعدات من خلال هذه المنظمة التي قامت بمجهود كبير ودقوب للعمل على تقديم كافة أول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى كل شبر من أرض القطاع ولكن هناك مشكلة قبرى الآن أن إسرائيل منذ أكثر من 150 يوم لم تسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى شمال القطاع وهو ما تنبأت إليه الدولة المصرية وبزكاء شديد وبحكمة واعية ومن دورها الواطني الكبير وباعتبار أن المواقف المصرية الكثيرة والمتعددة كانت شهدة على دور الدولة المصرية من قيام الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية بالأمس بإنزال الكثير من المساعدات إلى شمال قطاع غزة حتى يتجنب الكثير من أهالي القطاع وبالأخص في الشمال الموت وبالتالي أصبحت المساعدات الإغاثية والإنسانية هو سلاح إسرائي سواء للتجويع أو للتهجير وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال أنها حق الصد الأول للدفاع للقضية الفلسطينية نجحت في كسر الحصار عن قطاع غزة وما زالت تحاول إدخال كافة أول مساعدات رئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أشار إلى أن حجم المساعدات التي كانت تدفل من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة قبل سبع أكتوبر كانت تتعدى سبتمائة يعني شاحنة والآن هذه المساعدات أو هذه الشاحنات لا تتعدى من مئة وخمسين إلى مئتين شاحنة في ظل ظروف صعبة وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يدعم السردية المصرية بضروري كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال كافة أول مساعدات إلى كل شبر من أرض القطاع نعم أستاذ عدنان أعود إلى حضرتك وبحديث الدكتور حامد عن الدور المصري الحقيقة كان النهاردة فيه يعني احتفالية لأطفالنا وأولادنا من ذوي الهمم وكان الرئيس سيسي بيتحدث عن نقطة هامة جدا وهي أنه القضية الفلسطينية دائما في القلب والدور المصري لا يتغير أبدا تجاه هذه القضية وبالأمس واليوم كان هناك إنزال جوي طبعا مصري للمساعدات وهذا يضاف إلى مواقف أخرى كثيرة من دعم الدولة المصرية لأشقائنا الفلسطينيين وهذا دور مصر ودور الشعب المصري كيف ترى هذا الدور المصري في هذا التوقيت وأيضا على ماذا تعول فيما يتعلق بسماع الغرب والقوى الغربية والمجتمع الدولي لمطالبات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني أولا الدور المصري هو دور تاريخي وحاسم في مساعدة الفلسطينيين ومساعدة قطاع غزة وحتى الأنروا يعني هناك تبني من الدولة المصرية لموقف الأنروا ومساعدتها ويكفي أن أقول شيء يمكن يغيب عن البعض لو لاحظت في خطابات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة يعني دائما يذكر الأنروا وهذه لأول مرة رئيس مصري يتحدث في خطاباته بصورة مستمرة عن الأنروا وضرورة وجود الأنروا واستمرار الأنروا أيضا وزارة الخارجية المصرية لها دور كبير في دعم الأنروا على كافة المستويات سواء في الجامعة العربية على المستوى الإقليمي يعني الدور المصري بعيد عن التشكيل ولا يمكن مناقشته يعني لا عبر منصات إعلامية ولا وسائل تواصل اجتماعي ولا أي شيء هذه حقيقة تاريخية نحن نعرفها قد لا يكون الوقت مناسب لأن نكشف كثير من الأمور يعني ليس مسموحا لي للتحدث في السياسة أكثر ولكن الدور المصري حاسم ومهم جدا ومركزي ولا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق هو دور داعم للفلسطينيين في قطاع غزة داعم رئيسي للأنروا كالجسم الوحيد الذي تبقى في قطاع غزة المتماسك والذي يقدم مساعدات مصر تعرف ذلك جيدا لذلك هذه المساندة الكبيرة والحاسمة للأنروا ولم تأتي من فراد نحن نأمل بأن الجهد المصري الإقليمي والجهد المصري أيضا على المستوى العالمي أن يأتي بالنتائج حقيقية على الأرض ولكن في البداية يجب أن تنتهي هذه الحال يجب أن يكون هناك وقف في إطلاق نار وتفتح ممرات إنسانية وأن يسمح لنا بالدخول إلى شمال قطاع غزة كما تفضلت يعني موضوع الطائرات التي أسقطت اليوم لأنه في النهاية نحن نرحب بهذا الجهد لكن في النهاية إسرائيل تمنع دخول الشاحنات فهناك خيارات إما أن يموت الناس أو تكون إحدى هذه المحاولات عبر إسقاط المساعدات على سكان جنوب وشمال قطاع غزة ولكن أستاذ هذا لا يعني على الإطلاق لا يغنع عن فتح المعابر البرية لأن هناك سبع معابر برية سبعة بين إسرائيل وقطاع غزة فلتفتح هذه المعابر الحديث يدور عن طعام وعن مياه وعن دواه لا نتحدث لا عن إمكانيات عسكرية ولا إمكانيات لوجستية ولا عربات ولا غير مياه وطعام وأدويا نعم طبعا يا أستاذ عدنان لا غنى أبدا عن فتح المعبر من الجانب الآخر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية قطعا ونتمنى إن شاء الله أنه قريبا نسمع أخبارا لها علاقة بوقف إطلاق النار السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر وأعود إليك دكتور حامد ده مرة أخرى والحقيقة إنه بهذا الحديث وفكرة المساعدات وفكرة أيضا ما يحدث من الجانب الإسرائيلي يعني خليني أسأل حضرتك برضو عن ما توصل أو ما قاله النهاردة الرئيس السيسي لأنه بنأمل إنه يكون فيه بإذن الله قرار بوقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل بقدر درجة التفاؤل بقدر الخوف من الجانب الإسرائيلي لأنه في الحقيقة مش معروف عنه أوي إنه بيوعد بينفذ أي وعد لي كيف ترى هذا القرار المرتقب يا دكتور؟ يعني التحرقات الكثيرة المكوكية اللي قامت بها الدبلوماسية الرئاسية والرئيس السيسي والخارجية المصرية في الفترة الأخيرة من خلال السعي وبكل قوة إلى إنفاز وإيجاد هدنة طويلة الآمة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار يعني أرى أنها ستأتي أكلها وهناك تفاؤل حذر بالفعل كما حضرتك أشارتي لأن هذا المصطلح هو الأضاق في المعادلة لأن الدولة المصرية تتحرك من خلال معطيات قوية للسعي وبكل قوة إلى إيجاد هدنة خاصة أن تصريحات الإدارة الأمريكية والتصريحات الرئيس بايدن بالأمس كانت واضحة من أنه يوم الاثنين القادم سيكون هناك وقف لإطلاق النار والعمل على تبادل الأسرة والمحتجزين وبالتالي كانت هناك مواحسات في القاهرة ثم في قطر ثم في باريس ثم بعد ذلك يعني تحرقات ماكوكية على مستوى كافة أوجه القطاعات لتقريبه هات النظر والعمل على إيجاد مواقف أقصر ليونة ومرونة لأن قطاع غزة بدأ يا إن يا دكتورة منا بشكل كبير وأصبح لازما الآن وقف فوري لإطلاق النار لإغاثة أقصر من اثنين واربعة من عشرة مليون مواطن مقيمين في قطاع غزة بالإضافة إلى الرغبات المتزايدة من قبل الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة لإيجاد منفذ حقيقي يكون هذا المنفذ هو الوسيلة للضغط على حكومة نيتنياهو لكي لا تستمر الحرب خاصة أننا مقدمين على شهر رمضان الكريم وبالتالي أرى أن فرص الوصول إلى هدنة قاب قوسين أو أدنى بشرط أن يتمسك كل طرف بتلبيب السلام والسعي وبكل قوة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين نعم أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضفنا الكريم كنت معنا عبر زوم الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية